شارك المستشار دكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب في الاجتماع الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم للحياز والمنعقدة في البحرين وفي كلمتي أكد رئيس مجلس النواب أن حركة عدم للحياز منذ نشأتها مثلت صوتاً مسموعاً لشعوب العالم النامي وملاذاً آمناً من الاستقطاب الدولي وحث رئيس مجلس النواب البرلمانات على صياغة مقاربة شاملة لإرساء العدالة في النظام العالمي خاصة بشأن توزيع الثمار التنمية ومعالجة أوجه القصور التي أظهرتها جائحة كورونا